هنوح لخبرنا التاني وهو كرة اليد سيدات خلاص بقى 4 فرق اللي بنفسه عشان كده انا بقول لكم احنا بنتكلم في الميت متر كرة اليد رجال خلاص احنا بشكل يعني المباراة اللي جاي لبنك الالية تبقى المباراة الستة او جولة الستة فانت فاضلك 3 مباراة وتخش على النهائيات او البستوف تري نفس الكلام بالسيدات وده خبر اللي معنا السيدات هم بقوا خلاص الكل اللي فات وبقى 4 فرق اول مباراة ليك في المباراة الربعية دي او الدورة الربعية دي هتبقى مع نادي سموح المباراة هتتلاعب ان شاء الله على ملعب نادي الشمس بيقود الفريق كابتر محمد عدل زولة وفريقتنا طبعا تصدرت الدوري في المرحلة الاولى بعد الفوز بكل الماتشات اللي فاتت هنبدأ ان شاء الله بسموح اذا ما قلت لحضراتكم يوم الثلاثة اللي جاي ساعة اتنين الدور على صارة نادي الشمس وبعدها بيوم هنلعب مع الشمس الساعة تمانية بنفس الصالة لصارة الشمس واخر ماتش هيكون قدام نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي تمانية بالليل برد طبعا مهمين ناقد التلات ماتشات وارا بعد نركز فيهم تك 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 عشان تخش على الدورة مجمعة تانية وانت فايز كل مباراة المرحلة دي دخلنا ومعنا ستة بنت بفريق اربع نقط كاملة عن كل من الشمس والزمالك وسموح يعني احنا ستة بنت والفرق دي كلها اتنين بنت يعني انت دخل مريح بس احنا مش بندور على ده يعني احنا مش عايزين نبص احنا هنكسب ولا مش هنكسب احنا عايزين نادي الاهلي دايما بيخش بيدور على المكسب على طول فريتنا طبعا جاهزة عشان يحافظ على السنوئية المحلية اللي خدناها السنة اللي فاتت دوري وكأس مهم جدا عشان نوصل لبطولة افريقيا وبطولة كؤوس واحنا فيزين بالبطولتين كل التوفيق لفريق السيدات اللي ماشي بخطة ثابتة الحمد لله بدون ولا هزيمة هذا الموسم كل التوفيق ليهم فرق كرة اليد سواء رجال او سيدات يسير بخطة ثابتة ده طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم مجلس الادارة والنشاط الرياضي باللعبيات واللعبين وكمان الاجهزة الفنية المتفاهمة والمتجنسة سواء استقرار فني استقرار اداري نادي موفر كل حاجة الالعاب الجماعية حاجة يعني جميلة جدا جدا